موسيقى رحب بكم عزائي المشاهدين في حلقة جديدة من برنامجكم يرجى الانتباح الزواج التقليدي وزواج الحب نحن عندنا عادات وتقاليد وعندنا قيم وعندنا مبادئ وعندنا أعراف ما نتنازل عنها ولكن ممكن استخدامها لمصلحة أبنائنا ولمصلحة مستقبل زواج أبنائنا ممكن تكيفها تعديلها مراجعتها مع الحفاظ على القاعدة الأساسية الزواج التقليدي شنو هو؟ الزواج التقليدي طق الباب عندكم بنت للزواج سمعنا عنها اسمها فلانة بدنا نتقدم لها ماذا يسمكم؟ احنا فلان لفلاني والنعم فيكم والنعم فيكم ناصبكم اليوم لفلاني والله يناسبنا ماذا كبر ولدكم؟ ولدناك هالعمر يشتغل هالشغلة شهادته كذا معاه شها الكثر أساسيات يسألون عن الأساسيات اللي بناء عليها تتم الموافقة المبدئية لللقاء ولا ما تتم الموافقة تمت الموافقة على اللقاء وتواعدوا أنيون البيت يروحوا الريال مع أمه وخواته وخالاته وعماته ودنيا كلها يروحون بيت البنت وهو يقعد برا والحريم يدشون داخل يسألون درب يستأذنون بعدين الريال يدخل هذا يعني الأغلى مو كل الناس سووا شيء بس الأغلى شيء بعدين يدخل الريال يقعدون أم البنت وخواتها بعض المرات يمكن أخوها يقعدون لا بدون أخوها خواتها أمها وخالاتها وعماتها فيقعدون هو الريال الوحيد مسكين فمن الطبيعي أن هذا الريال بيكون حدة من حرنج حدة مستحي وبالمناسبة نفسيا نفسيا بالمناسبة جماعة انفرق بين سلوك الإنسان بالجماعة وسلوك الإنسان منفرد ترى سلوك الإنسان يختلف تماما عن سلوكه بالجماعة لما يكون بروحها غير أو مع شخص غير لما يكون مع مجموعة أشخاص غير فما بالك برجل شرقي شاب ولد شرقي كويتي خليجي تيبة قاعدة بين خمسة عش حرمة وبنية بيصير فيه مسكين يدوده فمن الطبيعي أنه يكون وايد مؤدب وايد يعني حدة مؤدب إيده وقاعد ومنحرج يمكن ما يعرف بسقطرة عقالة ومتعلم وعقالة مبتسم وتلاقيه يقاعد كل شوية عدل ومتزمت ويقول له الفلانة تعرف عليها وتعرف عليك ويقعد يتكلم ويخاف من نظرتهم له وهو قاعد يتكلم معه فالدنيا الموضوع كله حراج بحراج وشاي وقهوة وحلو شوية ومعجنات شوية فوما لا فوما لا أرد لكم خبر تسألوا عنها خوش ريال والنعم فيه يعني بالله من تسألون؟ أكيد يعني هين واحد تسألون عنها هين واحد المفروض أن يقول خوش ريال والنعم فيه أي أحد سألها مو عن زواج يعني أي شيء هكي بيقلو لك والنعم فيه الناس ما تريد مشاكل يعني تقول لك إنسان سيء ما هيقلو لك شوية قليل جداً اللي يقوم فشوي داقين والله آه يازت لهم السالفة وإحنا موافقين وإحنا موافقين وكذا يلا والمهر والدزة وعرس فوقه فوقه فحص قبل الزواج تمت الموافقة زواج آمن يلا ملشة أوب ليلة الزواج ليلة العرس تكران الريال أفا مو هذا اللي كان حياوي وقمة الأدب والأخلاق أم العروس تقول حق أبو العروس لما عقبوا الزوارة التعارفية هذه والله ولد قمة الأخلاق هاي قمة الأخلاق الريال قاعد بين خمسة عشر مرة أكيد بيكون قمة مو أخلاق هذا هذا خجل هذا حياة مو أخلاق ما العلاقة بالأخلاق ما نحكم إحنا على إنسان قاعدنا معاه نص ساعة ولا ساعة لا ربع بوضع اجتماعي معين ونقول إنه هذا خوش ريال مو أخلاق قاهوا سكران بليلة الزواج ما عرفتوا ولا أعرفكم ولا شي وبتلشت البنت وما عرفت شلون تقول لكم البنت أو عقب ثاني يوم من العرس طالع من الفندق حاجزة ليلتين طالع من الفندق عقب الليلة شوف ترى ناس شرية يعني عقب الليلة الأولى طالع رايحة الدوانية شفيك أنت متزوج أو بنفس اليوم قاعد تقديك بالتليفون ولا ثاني يوم قاعد بالبوفية هو وياها وبالمطعم قاعدين بالفندق باللوبي وتقديك بالتليفون ونطنيشها شنة موجودة لا يرجى الانتباه بعد الفاصل بوضح أكثر شنو أضرار هذا النوع من الزيجات وشلون نتجنب هذه الأضرار خلكم معنا شلحل؟ طيب حين أحمد انت حطت لنا المشكلة وخوفتنا أي أحد يتقدم حق ابنيتنا ممكن يكون فيه هذه المواصفات لا ما ندري احنا يا جماعة يمكن يصير من أحسن الزيجات كثير من الناس تزوجها وبهذه الطريقة ونجحت الزيجة هذه لكن يعني احنا كدول محافظة يا جماعة ما نقدر ما نقدر نسوي حصائية أو دراسة نروح نسأل المنفصلات أو المنفصلين كنتم تعرفون بعض قبل الزواج أو لا تعرفون بعض كنتم متزوجين عن طريق خطوبة أو عن طريق زواج تقليدي كنتم متزوجين قبل الزواج يعني ممكن ما يعطونك معلومات حقيقية خوفا من نظرة الناس فما تقدر تظهر إحصائية صادقة حقيقية واقعية موضوعية ما تقدر بس ما لديش كثر يعني ممكن ينجح الزواج كثر ممكن ما ينجح ما ندري ممكن زواج تقليدي أنت تشوفه أو تشوفين هذا زواج تقليدي لكن هما شايفين بعض بالدوام وتعرفين على بعض بالدوام وهي يعني تتودد له وهو يتودد لها وصار نصيب وتقدم له فأنتم ما تدرون أن هذا زواج تقليدي أو زواج يعني عن معرفة الحل حق مثل هذا لتجنب مثل هذا النوع من المشكلات هو مو حل سحري ولا حل مضمون أن الزيجة هذه راح تكون ناجحة لا هو حل يقلل المخاطر فقط لا غير يقلل أن نتيجة هذا الزواج تكون موزينة الحل هو التعارف ما قبل الزواج بطريقة اجتماعية بطريقة أخلاقية بطريقة محترمة بطريقة شرعية غير مبتذلة بطريقة تتناسب مع عاداتك وتقاليدك في المجتمع اللي أنت عايش فيه نعيد السيناريو ثاني مرة واحد تقدم حق وحده شافه بعض والله أوكي خوش ابني شكلاً عجبتني إذا قال والله شخصيتها عجبتني ما يصير شخصية إنسان تعجبك من أول نص ساعة والعكس صحيحي يعني شخصيتها عجبتني ما تدروني يا جماعة أو إنه والله ما أعجبني شخصيتها ما أعجبني سلوبها ليش ما أعجبت سلوبها ما أعرف يسولف ما أعرف يسولف قاعدين عشرين ابنية حواليه ومنظمينهم أمه وخواته وأمك وخواتك أكيد ما أعرف يسولف يعني بيستحي يمكن أخوه ومعاضر فالحل إنه هو تقدم صار قبول مبدئي يا أم فلان ما أعرف ما أعرف ما يخالف أي مرة ثانية بس نعزمكم على الغد أي ع الغد أي لش لا أي ع الغد أعجب كم يوم البنت تشوفها شلون يأكل طريقة أكلها مناسبة وإلا غير مناسبة وهو يشوفها شلون تأكل حتى لو كانت طريقة الأكل الذربة هل هذه الذرابة مصطنعة أماذا ذرابة أصيلة يبين ترى الناس تعرف مغشا زين طريقة شرب الشاي طريقة الحوار طريقة النقاش مع أبوها مع أخوانها وهم قاعدين باحترام سواء هي موجودة أو غير موجودة يقعد مع الريايل يسولف مع الريايل الريايل يعرفون بعض يقعد يسولف معهم يوصلون الكلام هذا حق أختهم صفاته ما يوصلون الصالفة صفاته الأبو نفس الشي تضمن على بنته أوكي قاعدة ثانية يقعد معها وبوجود أبوها وبوجود أخوها وبوجود أمها يتكترون على جنب جدامهم يشوفونهم يسولفون مع بعض يخططون للمستقبل يتكلمون في الأمور المادية وهكذا الأم العروس مع العروس وخط العروس والأخالتها يروحون بيت المعرس ويقعدون مع أم المعرس يسولفون معها يعني لازم يصير هذا الاحتكاك لازم علشان تعرف الأطباع لما تدخل بيت الناس انت راح تشوف الزوجين شلون يتكلمون الأم والأب شلون يتكلمون مع بعض لأن هذا يعطيك يعني مؤشر شلون إيه راح تتكلم معاك لما تشوف الأخوان شلون يتفهمون مع بعض لما تشوف الخوات شلون يتكلمون مع بعض لما تشوفين اللي خاطب شلون يتكلم مع أبوه شلون يتكلم مع أمه جدامج هل يتكلم بحث لما يدش سلم باحترام يبوس ولا يدش قوة ويمشي لا لا يعني هاي التفاصيل تعطي ترى مؤشرات وتعطي معاني كبيرة جدا رغم أنها تفاصيل صغيرة ولكنها تعطي معاني تشوفون أطباع هذه الأسرة وهذه تشوف أطباع هذه الأسرة وبعدين نوصل لحق نتيجة اجتماعيا هذا الزواج ونفسيا آمن نعم هذا الزواج آمن إذن توكعوا زين هل هذه الطريقة تضمن إذا الأوريق مالة الزواج الآمن الخالي من الأمراض تضمن أنا أقول لكم هاي الطريقة تضمن لا ولكن تقلل تقلل فرص الفشل بهذا النوع من الزيجات تقلل فرص الفشل مثل مالورقة ترى مالة الزواج الآمن هي زواج آمن لكن هي ما سوت فحصها مالة التحليل مو على كل الأمراض اللي في الدنيا ترى سؤلوهم في أمراض وايد ما يعني ما يسولها تحليل لأن ما وصلت لها المواد اللي بالتحليل ما أدري كم مرضى ما يسوون حقها فيرجى الانتباه نحن نقدر قدر الإمكان نقلل الخسائر والأضرار الناتجة من هذا الزواج إذا كان بالمستقبل لا سمح الله يكون زواج غير ناجح عزيزتي الزوجة تحديداً وليس الزوج لو بعد الزواج بعد هذا البروزس كله اللي سويناه ولي قيته إنه هو أوكي بعد الزواج بأيام اكتشفتي إنه لا هذا الشخص ما أقدر أنا أستمر معه أرجوك أرجوك يعني يكون في سبب واضح لا تترددين في طلب المساعدة من أبوك أو من أمك ما يصير نسكت ونبلع ونقول يلا ما يخالف هذا نصيبي وهذا قدري وأسكت لا لازم أطلب المساعدة خاصة إذا شفت أشياء سيئة أخلاقياً أو أطباع موزينة شرب خمر تعاطي مخدرات أشياء كذلك لازم أطلب المساعدة ما أسكت ويعطيكم العافية اشتركوا في القناة